اشتركوا في القناة قوة الحرس الملكي الخاصة وسعادة الفريق الركن دياب بن سجر النعيمي رئيس هيئة الأركان والعقيد الركن الشيخ علي بن خليفة آل خليفة حيث جرى استعرض عدد من القضايا والموضوعات التي تخص الشأن المحلي الرمية إلى تعزيز مسيرة العمل الوطني ودفع عجلة البناء والتنمية في البلاد وقدثنا جلالة الملك المعظم في بداية اللقاء على المشاركة الإيجابية والناجحة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله من خلال ترأس سموه نيابة عن جلالته وفد البحرين إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين ومضامين الكلمة التي ألقاها سموه أمام الجمعية العامة كما شد جلالة الملك المعظم بالجهود المخلصة والمقدرة للقوات المسلحة ورجال الأمن العام في خدمة الوطن وحفظ الأمن وبالدور الوطني المتميز لهم في تعزيز الانتماء الوطني وتضحياتهم وجهود الجميع في حماية مكتسبات الوطن ومنجزاته ووحدته وسلامة وأمن المواطنين والمقيمين على أرض البحرين الغالية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة مؤكدا جلالته أنهم موضع الثقة ونحن على يقين بأنناهم على أهبة الاستعداد دائما للقيام بواجبهم الوطني النبي بكل إخلاص مؤكدا جلالته على همية وقف التصعيد القائم في المنطقة ومواصلة تكثيف الجهد للوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة والمحافظة على سيادة الجمهورية اللبنانية الشقيقة ومواصلة العمل على إيجاد مسار واضح للسلام الشامل والعادل والدائم الذي يقوم على حل الدولتين بما يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار ووقف التصعيد في المنطقة لما فيه خير ومصلحة الجميع مؤكدا جلالته دعم المملكة لكافة الجهود والمساعي الرامية إلى إحلال الأمن والاستقرار والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي معربا رعاه الله عن اعتزازه بترابط أهل البحرين وما يجمعهم من أخوة وتكاتف ووعي بالمسؤولية المشتركة في إرساء دعايم النهضة الحضارية وتنمية مسيرتنا الظافرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر